اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات البيزنس انسايتز هتكلم في الحلقة دي على اكتر عشرين ممول للمشروعات الناشئة في مصر والشرق الاوسط ومطلبات كل جهة بس عايز افكر حضرتك ان الاشكالية مش اشكالية الحصول على المال او التمويل ولكن المال ده هتعمل بي ايه وهتستخدمه ازاي وهتوصل بيه للسوق ازاي وهترجعه ازاي وهترجعه بقيمة قد ايه اللي هو العائد فلسوس مار عشان كده مهم جدا يكون عندك فكرة مطلوبة في السوق او فكرة انت هتفرضها على السوق بس ليها احتياج او هتوجد لها الاحتياج وخلي بالك ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هي واحدة من اسرع المناطق نموا في مجرية الاعمال لان فيها الكثير من صديق الاستثمار والممولين لدعم المشروعات الناشئة عايزك باكية تحضر لي وراء وقلم عشان هقول لحظيك اسم الجهة وهقول لك المطلبات ابتعتهم والويب سايت لو موجود اول جهة عندنا هي 500 Startups Mina مطلباتهم يكون معاك نموذج عمل قوي يكون معاك Business Plan قوية ويكون معاك فريق مؤسس متميز دول مش بقباله فرض ولكن يكون معاك Foundation Team او الفريق الذي يستطيع اللي هو من فرضين لثلاث افراد الذي يستطيع القيام بمهمة هذا المشروع ويكون مشروعك قابل للتوسع الموقع بتاعهم 500 اللي هو رقم 500 يعني .co مطلباتهم ان يكون الفكرة بتاعت مشروعك innovative او مبتكرة ويكون لها or قابلة للنمو ويكون معاك كمان presentation او عرض تقديمي جيد ولازم تعرف ايه هي عناصر العرض التقديمي الجيد وترجع للحلقة اللي بتكلم فيها على presentation for investors اللي بتكلم في ايه العناصر مفروض تكون موجودة في presentation بتاعتك وانت بتعرضها على المستثمر والموقع الالكتروني بتاعهم flat 6 رقم 6 يعني labs.com الجهة الثالثة سواري ventures المطلبات بتاعتهم خطة عمل واضحة بص الكل بيطلب business plan وانا كنت اتكلمت على business plan في اكتر من حلقة وشرحتها في اكتر من حلقة وفي ليه برنامج تدريبي اسمه CPBO او certified professional business owner او الشهادة الاحترافية المعتمدة لاصحاب الاعمال اللي بشرح فيه ازاي تنطلق بالمشروع الناشئ بتاعك وجزء منه بتكلم فيه على شرح خطة العمل وده موجود ممكن تدور عليه اونلاين وتشترك فيه النسخة المسجلة او تليه على الويبسايت بتاعي احمد صابر.com المطلبات بتاعت سواري ventures خطة عمل واضحة يكون عندك business plan very clear ويكون عندك سوء مستهدف واضح ويكون معاك فريق مؤسس قوي الويبسايت بتاعهم صواري ventures.com s-a-w-a-r-i-v-e-n-t-u-r-e-s dot com رقم اربعة cairo angels وده لازم يكون معاك نموذج عمل قوي business plan قوية ويكون عندك خطط نمو growth plan واضحة ويكون معاك فريق يعني يكون مجهز الفريق بتاعك ده هيعمل كذا وده هيعمل كذا وده هيعمل فريق المؤسس الويبسايت بتاعهم cairo angels dot com رقم خمسة وامضة capital المطلبات بتاعتهم مشروع قابل للتوسع يبقى هنا ويقول لك انا عايز اشوف المشروع بتاعك الاساس من فيداروان يبقى قابل لنمو والتوسع ويكون برضو معاك فريق عمل ذو خبرة اه هنا اشترط بقى الخبرة للفريق ويكون معاك خطة عمل مدروسة ويكون معاك خطة عمل مدروسة الويبسايت بتاعهم رقم سبعة المطلبات يكون عندك خطة عمل متكاملة فريق مؤسس وسوق قابل للنمو بصي كله بيكلم بخطة عمل ويكون عندك سوق قابل للنمو يعني المحدش بيتنازل عن المطلبين دول الويبسايت بتاعهم oasis500.com رقم تمانية اندوفر ايجبت المطلبات فريق مؤسس قوي قابلية للنمو ويكون المشروع بتاعك لتأثير اقتصادي واكتماعي الويبسايت بتاعهم indover eg.org e-n-d-e-a-v-o-r-e-g dot org بعد كده عندنا m-e-v-p middle east venture partners middle east venture partners المطلبات فكرة مبتكرة خطة عمل فريق مؤسس ذو خبرة الموقع الكتروني m-e-v-p dot com رقم 10 e-f-g-herms ودي واحدة من اكبر الجهات اللي بتدعم المشروعات الناشئة ومطلباتهم نموذج عمل قوي خطة نمو فريق مؤسس متميز الموقع بتاعهم e-f-g-herms dot com رقم 11 joy capital joy j-o-i المطلبات خطة عمل مدروسة فريق مؤسس ذو خبرة فكرة قابلة لنمو ويبسايت بتاعهم joy capital dot com j-o-i capital dot com رقم 12 s-t-v او سعودي تكنولوجي فينترز المطلبات مشروع قابل للتوسع وفريق مؤسس المطلبات بتاعتهم لازم يكون المشروع قابل للتوسع ويكون عندك فريق مؤسس متميز وعندك سوق مستهدف واضح ومحدد الويبسايت بتاعهم www.stv.vc stv.vc بعد كده عندنا شروق partners شروق partners المطلبات فكرة مبتكرة خطة عمل فريق مؤسس الموقع الكتروني شروق dot com s-h-o-r-o-o-q dot com رقم 14 Venture سوق المطلبات نموذج عمل قابل للتطبيق وخطة نمو وفريق عمل ذو خبرة الويبسايت بتاعهم venturesook dot com venture v-e-n-t u-r-e-s-o-u-q dot com بعد كده عندنا arzan vc vc venture capital لو بيخش معك بالتمويل المطلبات خطة عمل واضحة فريق مؤسس متميز وفكرة قابلة للتطبيق الويبسايت بتاعهم arzan a-r-z-a-n fund dot com وبعد كده رقم 16 middle east venture capital association venture capital association middle east venture capital association m-e-v-c-a المطلبات فكرة مبتكرة خطة عمل فريق مؤسس الموقع الالكتروني بتاعهم m-e-v-c-a dot org رقم 17 faltas capital faltas capital متطلباتهم ايه نموذج عمل قوي خطة نمو فريق مؤسس الموقع الالكتروني بتاعهم faltas faltas capital f-a-l-t-a-s capital c-a-p-i-t-a-l رقم 18 ifc international finance corporation international finance corporation المطلبات تأثير اقتصادي يبقى مشروعك يقول لي بعد اقتصادي وتأثير اجتماعي وقابلية للنمو طبعا الكلام ده كله لازم يكون جزء من البرزنتيشن بتاعتك من اهداف المشروع مش حاعد في الاستثمار المالي فقط يبقى تأثير اقتصادي واجتماعي قابلية للنمو growth ويكون معاك فريق مؤسس قوي الويبسايت بتاعهم ifc.org رقم 19 دبي angel investors المطلبات خطة عمل وضحة فريق مؤسس قوي فكرة قبل الطلب وكلمة فريق مؤسس قوي يعني لازم يكون عندك مجموعة من اصدقائك او من معارفك او من زميلك اللي كل واحد هيشيل جزء من الخبرة لانطلاق هذا المشروع فالمستثمر يبدأ يشوف انه ليش بيستثمر في الارض لا دا بيستثمر في عقول كمان عندك خبرة الموقع الالكتروني بتاعهم dubai angel investors dot m رقم 20 واخر جهة من جهات العشرين الاكثر افضلية في تمويل مشروعات minavator minavator m-e-n-a-v-a-t-o-r المطالبات بتاعتهم فكرة مبتكرة فريق مؤسس خطة عمل مدروسة ويبسايت بتاعهم m-e-n-a-v-a-t-o-r dot com زي ما حضرت لك شفت اني ايا كان ايه الجهة اللي انت بتتكلم فيها اولا في جهات كتير جدا فالاشكالية هنا مش مش اشكالية finance ولا تمويل ولا فلوس ولا الكلام ده لا الاشكالية هنا هي اشكالية انت معاك ايه هتقدم ايه بعضهم قال لك مشروعك لازم يكون ليه بعد اقتصادي بعضهم قال لك اجتماعي بعضهم قال لك لازم يكون ليه قابلين لنموي عليه للمستقبل بتاعه فالناس اللي بتحلم بفكرة وتلعن الظروف ان انا ما عنديش فلوس ولا انا ما فيش حد لا لا خالص خالص احلم بمشروعك حول مشروعك الى فكرة قابلة للتطبيق اعرف ايه هي ابعدها على مستوى المالي والاقتصادي والمجتمعي حدد جمهور المستهدف حدد المشكلة اعمل خطة عمل شوف مين من القريبين منك يقدروا يقوموا باجزاء من هذا المشروع ويكون عندك فكرة العمل الجماعي اعمل برزنتيشن معتبرة بالعربي والانجليزي عشان يكون عندك الاستعداد سواء ده طلب بالعربي سواء ده طلب بالانجليزي حدد السيفيز او سيره الذاتية بتاعتك وبتاعت الجمهور او الفريق المؤسس وانت لو بتعرفش تكتب السيفي بتاعتك فاصبح النهاردة في اكتر من ارتفيشيال انتليجنس ويبسايت وابليكيشن بيساعدوك انك تكتب السيفي بتاعتك بشكل احترافي بالطريقة اللي بيحبها المستثمر او الممول وانطلق انطلق يعني كل كلام اللي قلته لك ده لا يكلفك شيء الا تفكير ما عندكش القدرة انك تفكر يبقى ما تطلبش انك تبقى بيسنس اونر ولا صاحب فكرة وما تلعنش الظروف ولا الكلام ده كله المؤسسات والصناديق اللي ذكرتها لحضرتك دي بتقوي بيئة رات الاعمال في مصر وولدان الشرق الاوسط من خلال توفير الدعم المالي ومشكلة بس وبترشدك كمان وبتعملك نوع من الانكيوباشن او التحضين بتحضن المشروع بتاعك تحتضنه علشان تتأكد من قوة تنفيذ هذا المشروع وان يأتي بالعائد من الاساسمار منه ربنا يوفقك ويكرمك انشر الحلقة دي لكل بيحتاجوها وشد حيلك يومكم سعي دكتور احمد صعبر ترجمة نانسي قنقر